اهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج عمق الحدث وخلونا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم محاور اللي رح نناقشها حقيقة سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة هم أبرز الفائزين في الانتخابات العراقية لعام 2018 بالإضافة لذلك المفوضية العلية لحقوق الإنسان تؤشر على العديد من المخالفات في الاقتراع الخاص والعام والعد والفرز وأيضا مفوضية الانتخابات نفت كل الأنباء المتعلقة في حصول تزوير أثناء الاقتراع العام إذن سأناقش هذه المحاور ومحاور أخرى متعلقة مع ضيفي هنا في الستوديو الخبير في مركز الروابط للدراسات والبحوث الأستاذ إياد العناز أنا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ إياد خلينا نبدأ اليوم من موضوع مهم جدا اليوم رفض كبير ومؤيدين أيضا لعملية نسبة المشاركين أو المشاركة بهذا الاقتراع السؤال يعني شنو اللي استفاد اليوم اللي قاطع أو المقاطع لهذه الانتخابات شنو اللي حققه والمفوضية أعلنت نجاحها بـ 44.52% والمواطنين العراقيين شفناهم يذهبون إلى ساحة التحرير وهم يحتفلون بالنتائج الأولية حتى قبل ما تظهر النتائج كانت الاحتفالات واضحة على المواطنين العراقيين في تقدم واضح جدا شنو اللي حققه هذا المقاطع بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله ومساءكم بخير أهلا بك يعني الآن نحن ويمكن أن ننظر للينا ننظر إلى هذه الانتخابات نظرة خاصة تختلف عن باقي الانتخابات السابقة التي تلت الاحتلال والغزو الأمريكي في العراق في هذه الانتخابات هناك ملامح عديدة قد يكون الملمح الأول والأساسي هو قلة ونسبة الإقبال على الانتخابات وهذا طبعا ما قضى مضاجع المشتركين في العملية السياسية والمشرفين عليها بعيدا عن كل شيء إذا قرنت هذه العملية الانتخابية مع 2014 لنرىها تختلف عنها بكثير من النسب في عام 2014 كان هناك 61% الآن نحن نتكلم عن 48% مع التغيير هناك في النسبة التي تتحدثت بها مفوضة الانتخابات بدأت من 28 إلى 23 وانتهت بهذا الرقب الذي نحن عليه الآن بغض النظر عن أن نتدخل في موضوع هل النسب دقيقة أو غير دقيقة نحن نحترم ما قالته مفوضة الانتخابات إذن المؤشر الأول أن هذه تختلف في نسبها عن سابقتها من العملية الانتخابية ولكن هناك أمران آخران أيضا أو ملمحان آخران وهو الذي تفضلت به هناك من ذهب إلى الانتخابات واحتفل قبل إعلان نتاج النهاية وهناك من لم يشارك بالحالتين هما يتفقان على رأي واحد وهو رفض للعملية السياسية ورفض إلى أسلوب وإدارة الدولة خلال الفترة التي أعقبتها الانتخابة أقصد بها العقد ونصف من السنة الذي ذهب آراه حقق شيئا مما كان يبوي إليه وهو عملية التغيير الذي كان يسعى عليه في إخراج الفاسدين سياسيا واقتصاديا طيب ولماذا؟ لأنه الذي فازف وأحقق أعلى الأصوات هي قائمة أو تحالف سائرون ماذا كانت تحمل سائرون؟ وماذا كان يحمل الذين يؤيدون سائرون؟ موضوع الفساد ومكافحة الفساد والاختصاص من الفاسدين وحالة محاولة إخراجه من الدولة العراقية أو من السلطة أو الحكومة العراقية كانت فسادا سياسيا أو فسادا اقتصاديا ونرى كثير من الأسماء أطيحة بها وهي كانت تتقلد مواقع مهمة في قياداتها الحزبية أو قياداتها الإدارية وكذلك الذين لم يشاركون رح نيجي إلى التحالفات بس خلينا في موضوع عملية المشاركة يعني اليوم البعض دي طالب بإلغاء الانتخابات مواطنين كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يعني الموضوع ما هو السبب بالمطالبة بهذا الإلغاء؟ يعني أنت عندك خلينا أنطيك مثال الانتخابات اللبنانية الأخيرة المشاركة بها كانت 49% واعتمدت وكل وافقة وحتى الخسرات طلع قال ويا بقى خسرتنا وخلص الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة بالانتخابات بها 55% هذه هي أم الديمقراطية تعتبر بغض النظر إذا اتفقنا وما اتفقنا لكن 55% واعتمدت ليش إحنا صارت الحبة كبة بقضيتنا بهذه الانتخابات؟ يعني هو يبقى المعايير الأساسي أنه نحن في العراق ليس هناك مفاهيم سياسية واضحة وليس هناك معايير تستند إليها العملية السياسية في العراق كما قلنا نحن هذه العملية سيتشوبها كثير من الصراعات السياسية كثير من مناكفات نحن نرى عملية التسقط السياسي الذي حدث قبل الانتخابات والإعلام الذي استخدم في ذلك وبالتالي هي لا تعلم أنت عليك أن تعلم أنه جنابك أنه هي والدة الاحتلال الأمريكي لحد الآن هي تعتبر أحد الأساس الرئيسية التي تعتمد عليها الاحتلال والغزو الأمريكي في إدامة ما أسماه بالديمقراطية في العراق فماذا ولدت هذه الدمقراطية؟ هل كانت الدمقراطية سليمة؟ هل كانت الدمقراطية أسست إلى مجتمع عراقي متقدم؟ هل أسست إلى مجتمع متطور فيه من ملامح الاقتصادية والاجتماعية ما ساعد على أن تكوين مجتمع أن يفهم هذا الموضوع؟ الموضوع هو أساسا سياسيا أساسا هناك أهداف تسعي عليه الولايات المتحدة الأمريكية في إدفاع مبدأ الديمقراطية على بلد تم احتلاله وتم غزوه وتم السيطرة عليه سياسيا واقتصاديا المفهوم يبقى هكذا الآن نحن صباحا اليوم كانت أخر المعترضين على نتائج الانتخابات هي كدل دولة القانون وتعلم دولة القانون هي لأول مرة هي الخاسرة الأكبر في هذه الانتخابات لماذا؟ لأنها أخذت يعني نحن نعلم بمفهوم أساسي أن الشعب العراقي استطاع أن يوجه رسالة إلى جميع السياسيين إن كان في هذه المرحلة الآن استطاع أن يحقق نتائج إيجابية في إطاحها بكثير من المعتركين العمل السياسي في العراق فالمرحلة القادمة ستكون أكثر قد تكون هي مرحلة تسقاط العملية السياسية كاملة طيب جميل بس إتهاء العملية السياسية الآن اللي يحسب لها بهذه الانتخابات بأنه لأول مرة ستتتحكي من 2003 خلح تحكي من 2003 لأول مرة من عام 2003 هذه الانتخابات وهذه العملية أسقطت التخندقات الطائفية والعرقية اللي كانت موجودة عد المواطن وهذه حقيقة أول مرة يشعر المواطن لما يروح إلى صندوق الاقتراع بأنه التزوير فعلا هو غير موجود أو أكون نسبة جيدة جدا أنه التزوير ما رح يصير في هذه الانتخابات فبالتالي لأنه خاصة العدل والفرز الإلكتروني هو اللي لعب دوره بهذا الموضوع وظهور النتائج بساعات يعني هذا ما صارت إحنا عندنا قبل حقيقة بالتالي يعني هذه علامة إيجابية للوضع السياسي والعملية السياسية يعني أنا أرجو أن الموضوع الفني والإداري لا يأخذ المبحث الأساسي نحن نعلم أن مفوضة الانتخابات قامت بدورها أعدت قوائم الانتخابات أعدت عملية التحديد أدت بأجهزة فنية قالت أنها ستستقدم في عملية الفرز وعملية التزوير الإلكتروني هناك آلية للإعلان يفترض أنها تعلن بعد ثلاث ساعات حسب التصريح الرسمي الأولي لمفوضة الانتخابات أنه تنتهي انتخابات الساعة السادسة تعلن الساعة التاسعة أقصى شيء الساعة العاشرة من نفس اليوم يعني من نفس يوم 12-5 ساعة تأخرت اليومين ومع ذلك هناك لا ننسى أن هناك أصبحت تشوب هذه العملية الإلكترونية أو العملية العلمية بعيدة عن التزوير هو بوضوع عطل بعض الأجهزة يعني نحن هناك اعتراف بيعطل 1200 جهاز عندما يعطل 1200 جهاز كم سيؤدي إلى التغيير في النسب من 60 ألف جهاز من 60 ألف جهاز النسبة جيدة نعم لكن على الذين يتشدقون أو يحاولون أن يلعبون على نتائج الانتخابات بالنسبة له يستمر بموضوع 1200 لو كانت دولة القانون الآن هي من تكون بمكان كل تتسائرون هل ستعترض على نتائج الانتخابات؟ تعترض؟ سوف لا تعترض لماذا اعترضت؟ اعترضت لأنه تعلم جيدا أنهم ما حصلتها حصلتها أكثر من 20 مقعد نحن في العد الأولي يعني أو في الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات إذن هناك مصالح يعني الآن كل المعترضين هم نعم هناك إخفاقات حدثت هناك عمليات تعطيل في الأجهزة هناك آلية التي استخدمت قد تكون في بعض المراكز أدت إلى عدم موجودة موجودة أتى نحن الآن زالت المشكلة القائمة ما بين كالكوكو السليمانية ما بين خلافات ما بين كتلة التغيير ما بين الاتحاد الوطني كذلك ننسى مشاكل أيضا في وسط جنوب العراق ما بين كتلتي الدولة القانون أو ما بين النصر ما بين السائرون ولولا الدخلات اللي حدثت لكان حدث أمر آخر طيب بس بالنسبة للتزوير خلينا بالتزوير يعني رئيس إدارة المفوضية مفوضية الانتخابات سيد رياض البدران قال يا بأ أي واحد الآن يتكلم عن تزوير لعملية الاقتراع الإلكتروني بصناديق الإلكترونية يعني هذه ليست منطقية وليست عملية فعلا يعني كلام منطقي أنت شون رح تفسر هذه عملية التزوير الدليل النتائج يعني أنت سائرون هم يعني من سنين هم بالشارع وهم يتحكمون بالشارع الفتح والنصر طبعا الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي تحقيق كل هذه الانتصارات خلال هذه الفترة من 2014 إلى حد الآن لعبة دور عد الناخب يعني مفاز اتلاف أو تحالف هم الناس معترضين عليه أو عدهم غصة عليه مثلا إذا صح التعبير ما تعتقد يعني هذه كلها كانت مؤشرات أنه فعلا مصار تزوير يعني وبالنفس الوقت لا ترى أنه أيضا هناك شراء للمال السياسي في بعض الكتلة والأحزاب السياسية ألم يعشر لدينا أنه هناك كثير من التصرفات التي قام بها القائمون على هذه الكتلة بشراء البطاقات الانتخابية أو بالدفع المالي أو باستخدام أسالي التزوير لا يعني فقط أنه عملية أنه أنت تزيد أو تنقص من بعض ال ولا تنسى موضوع النازحين أيضا أيضا استخدمت كأدات في عملية كيفية التأثير عليهم وكيفية عملية أن يكون هناك انتخاب لجهة معينة أو لكتلة سياسية معينة المهم في الموضوع بس ما أثبت هذا موضوع النازحين نعم هو كلام يعني خليناها منحجة على الضغط كان كلام على الضغط على الناخب بأنه يضغطون عليه حتى يروح يصور إيش هو الضغط لا يمكن لا يمكن الآن هي جزء من المقدمة إلى المفوضية الآن نحن نتكلم عن أكثر من 250 اعتراض نحن نتكلم عن منظمات عالمية ومنظمات جرامتك اليوم مطلعت عليها ورأيتها كيفية أن منظمات في حقوق الإنسان تقول أن هناك خرقا يفوق أكثر من 250 زينا نحن 250 كيف نتعامل معها ليس للمفوضية الانتخاب أن تنظر بها يفترض أنها بعد ثلاثة أيام تنظر بها تقول ولكنها قالت أن سأنظر بها الآن حسم الأمر أنه لا خلافة في هذا الموضوع لا هناك أي عملية في عملية التزوير أو لم يثبت المفوضة الانتخابية شيء من ذلك يعني الخروقات اليوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي قدمتها وطلعنا نحن عليها حضرتك طلعت يعني 25 خرق على الاقتراع الخاص أكثر من 20 على الاقتراع العام العدو الفرز طيب يعني هذه مثلا إذا نظر بيها مثلا المفوضية وشافوا فعلا أن الخروقات واقعية يعني بعضها حساس جدا حقيقة بعض النقاط طلعنا عليها ما ممكن أنه مثلا بتغير أشياء جوهرية بنتائج الانتخابات يعني هس هذا لو اعتمد مثلا موضوع ناخذ مثال ذلك موضوع كركو لو اعتمد موضوع كركو هس تعيد هل ستقوم المفوضية الانتخاب بعالة الانتخابات طبعا لكن ممكن يعالة الفرز بناحية اليدوية يعني نترك الإلكتروني ننتج إلى اليدوي اليدوي أكثر دقة في تحديد هذه المسافة يعني ليس ودقة من ناحية العلمية لأنه لأنه نحن نعلم أنه سنوات الماضية كان هناك الفرز اليدوي أدى إلى تزوير كبير المواطن لا زال يشعر بأنه هناك والحركات ستعلم ببعضها هي المشاركين بعض المشاركين في هذا الانتخاب ثم يعلمون ما هي الأساليب اللي يتبعوا في الوصول المهم في جوهر القضية أنه علينا أن نعلم أنه هناك رسائل عدة وارسلت إلى من أبناء الشعب العراق نحن قلنا في لقاءة سابقة سيكون هناك مفاجآت كثيرة وسيكون للمواطن العراقي رأيه في الانتخابات وهذا الرأي قد نحن يعني ليست هناك معايير سياسية أن يحدث التغيير مباشرة التغيير يحدث على مراحل الآن مرحلة مهمة بدأت الآن عندما كما قلت أن هذه الرسالة الأولى في أولا العزوف على الانتخابات بهذه النسبة يعني نحن حتى إن كان 48% أو أقال يعني هناك كله عن السنوات الماضية اثنيا هنا النسبة أيضا نحن لا نتكلم بالدقة لو تكلمنا بالدقة لو رجعنا الآن إلى التقارير التي المنظمات الدولية في بريطانيا ماذا قالت منظمات الدولية في بريطانيا قالت 19% كيف استندت وكيف ممكن أن تخرج منظمة دولية في بريطانيا وتقود 19% لو لا أنه عند معرفة ومع ذلك إن كانت 19% وإن كانت لكن الغرض فيها أن هذا التغيير السياسي وهذا السقوط لكثير من الشخص السياسية التي استحكمت عن عملية السياسية التي جاء بين الاحتلال خلال هذه الخمسطعة السنة تؤشر وعيا كبيرا لدى الشعب العراقي وأراها منطلقا لتغيير السياسي قادم وأراها أيضا هي أسست إلى انتفاضة شعبية ولكن شعبية بديمقراطية وعراقية الخارج يعني النسبة اللي جدي بأنه تقريبا 179 ألف المشتركين بحسب المفوضية من خارج العراق نحن من 2003 إلى حد الآن الكثير حقيقة من العراقين العدد ضخم جدا من العراقين بالملايين يعني اللي طلعوا شنو السبب الكبير اللي خل هذول المواطنين يعزفون عن الذهاب للانتخابات 21 دولة بيها الصناديق موزعة بخطة واضحة من المفوضية ليش مراح هل هو الاقتراع اليدوي مثلا عرض بيها يدوي مراح يعني معقوله مثلا بريطاني على سبيل المثال حتى وإن كان اقتراع يدوي قعدون يزورون بلندن مثلا ما معقول هذا الكلام يعني أنا لا أرى أن هناك فصلا بين مواطني الخارج كما يقولون ومواطني الداخل شعب العراق شعب واحد هو الإنسان لماذا غادر أو لماذا تغرب هل لظروف خاصة ولظروف قد تكون حتى سياسية ولظروف قد تكون تتعلق بحياته طيب هو يعلم جيدا طبيعة الحياة وطبيعة العملية السياسية في العراق هو ينظر إليها بأنه بأنه السنوات الماضية ماذا حققت له ماذا قدمت له هذه العملية ماذا قدم له هؤلاء الذين تسيدوا الموقف السياسي في العراق أين تطورات الحضارية أين تطور وملامح التقدم في العراق أين عمليات العملية الجميع التغيير الذي بشر به الشعب العراقي. لو نظرنا 15 سنة ماذا حدث؟ لو استعرض الآن سنستعرض أنه هناك انهيارات كبيرة في الاقتصاد العراقي. وهناك أيضا انهيارات كثيرة في المجتمع العراقي وتمزقه من نسيجه من اعتمال مبدأ الطائفية المقيتة السياسية والتوافقات السياسية التي آلمت وآذت الشعب العراقي. بالتالي أين ملامح التطور لدى الشباب وعطائهم الطاقة والاندفاع. أين البناء المصانع والمنشآت؟ أين وأين وأين التأمين الصحيح؟ وتاليها وآخرها هي تهديم وتحطيم المدن على رؤوس أهاليها. لا زالت كثير من آثارها شاهدتهم وستبقى إذا لم تعالج من قبل الحكومات القادمة. وعندما نذكر بذلك أنه من الواجب الوفاء أن نذكر هؤلاء الضحايا المدينة الذهب نتيجة العمليات العسكرية الطالت محافظات أربعة إلى خمس محافظات لا زال معظم جثم الآن تحت الأنقاط. هؤلاء ليس لهم أصوات انتخابية؟ عندما يذهب الناخب الآن. ألا يسمع أنين من توفى؟ ألا يسمع أنين ويشاهد رائحة من احترقت جثته بسبب القصف الجوي والمدفع الذي طال بيوتهم الآمنة بسبب شماعة الإرهاب؟ هذه كلها معايير. نحن نتكلم عن أرقام كبيرة نتكلم عن أربعين بالمئة من البطالة نتكلم عن خمسة وثلاثين بالمئة من الفقر بس استاذ أياد اليوم الوجوه الجديدة يعني الكثير منها اليوم محبطة من الانتخابات خلينا نكون صريحين لأنه شافوا بأنه النسبة ما كانت مناسبة لهم وبالتالي ما جابتهم كلهم إلى مجلس النواب أو البرلمان العراقي. كان عدهم نوايا أن يحلوا كل المشاكل اللي أنت قاعد الآن ذا تطرحها من بناء مدنهم ومحافظاتهم ومحاربة الفساد وغيرها. هم يشوفون بأنه بالعكس أكو إحباط اليوم بالنسبة لهم كوجوه جديدة الطرح كان قبل الانتخابات التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع حتى نغير الوجوه القديمة. هسا الطرح اختلف. صارت الوجوه الجديدة هي الحزينة حقيقة غالبيتها اللي ظهرت ومن خلال التصريحات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تعتقد بأنه هذه نسبة الإحباط في الوجوه الجديدة رح تأثر مثلا على المحافظات على كانت فيه نوايا للبناء ولكن بعد كثير من هذه النوايا أحبطت نحن نقول يعني إذا كانت الوجوه الجديدة هل تقصد الوجوه التي ستواجه العملية السياسية أم تقصد الوجوه الجديدة التي سيكون لها الفعل الأساسي في عملية التطور إذا كان هذا الجانب الأساسي نحن الآن أمام الأسماء ستظهر اليوم أو بكرة كاملة سنعلم من هم الأسماء الحقيقيين لكن أنا قلت علينا أن نركز أن هناك هدفان ذهب إليه الشعب العراقي إذا أردنا أن ننظر إلى المنظار بمفهوم سياسي روم أنه نتكلم ودائما نؤكد على مبدأ النسيج الاجتماعي العراقي الواحد ونتكلم بالمفهوم الوطني والدولة المدنية والوطنية ولكن إذا أخذنا الجانب تقييمي إلى الأوضاع الانتخابية في العراق نرى الآن مثلا إذا أخذنا تحديدا الوسط والجنوب أبنائنا العزاء في الوسط والجنوب ماذا فعلوا وكيف كانت نسب المشاركة نسب المشاركة كانت قليلة لا تتعدى أربعين بالمئة يعني هناك محافظات يعني محافظة بغداد ستة عشر بالمئة يعني أنت بغداد من أربع ملايين وأكثر أربع ملايين وأربع مئة لم يشارك إلا مليون وكسر محافظة بغداد يعني الآن محافظة أصبحت أقل مدينة هي تشارك ولذلك أنت شفت أن النسب كيف ذهبت وكيف أعطيت وكيف قرئات لكن لماذا كانت كتلة سايرون يعني نحن نأتي الآن ببحث بسيط في لقاء تلفزيوني على السريع لماذا سايرون سايرون لأنه رفعت مشروع أو رفعت شعار الفساد الفساد سياسيا واقتصاديا ومحاربة الفاسدين والاقتصاص منهم كانت معها ماذا؟ كانت هناك أيضا كثير من الأدوات الأساسية في عملية تنفيذ هذا القراطير الاعتصامات لكأننا نراها في ساحة التحرير التظاهرات التي قبل سنوات المواطن عندما ذهب هل انتخب سايرون؟ أم انتخب التيار السياسي المعتدل؟ أم انتخب الشعوعيون؟ أم انتخب التيار الصدري؟ طيب مجتمعة الذهب ليعلن أنه ضد الفساد الإداري والسياسي علينا أنتبه ذلك عندما يعني هذا المبدأ إذن هو المواطن يستشعر أن هذه العملية السياسية أصبحت لا تلائمه لا تواكبه ليست هي من تحقق آماله فأعطى أول رسالة أنه أنتم عليكم أن تنتبهوا الآن صوتي كان صوتي أنتم أردتم صناديق الاعتراف؟ هذه صناديق الاعتراف التغيير الجيمقراطيا أنا رم أنه هذا التغيير من الممكن أن يحدث أكبر وأكبر رقم واحد طيب رقم اثنين استخدمت أيضا موضوع مواجهة الإرهاب كيف مواجهة الإرهاب؟ يعني نحن علينا أن نعلم أنه في بعض المحافظات وفي بعضهم عندما ذهبوا ذهبوا بفعل التأثير القائم لا زال في نفوسهم يستشعرون أنه هناك قوات أمنية وهناك قوات عسكرية لكن هل أن هذه كانت الكتل هي صاحبة الحظوة الأولى في عملية محاربة الإرهاب؟ أم أنه كجهود متكامل؟ لكن نحن يجب أن نعلم جيدا أن نتكلم الآن عن أدوات لو أتينا إلى هذه الأدوات الرئيسية يعني نحن نرى أنه مثلا موضوع كتلة النصر أو كتلة الفتح هي تمحور ضمن مفردة واحدة الموضوع محاربة الإرهاب لكن هل كان الإرهاب موجودا في الوسط والجنوب؟ لماذا كانت الأصوات مرتفعة هنا وهناك؟ إذن طبيعة الناخب العراقي طيب بس استاذيات خلينا نحك شيئا بالفساد أنت شبتها بالحرب على الفساد أنت حضرتك والكثير من المراقبين شافوا بأنه حتى مواطنين عراقين اليوم من العازفين على الانتخابات خلينا نكون صريحين اليوم يا المواطن نشوف بأنه الحرب على الفساد غير مجدية الفساد لا يمكن إنهاء من العراق الفساد مسيطر على العراق هذا الطرح موجود استاذياتي هذا الطرح كيف يواجه اليوم اليوم هذا المواطن اللي راح صوت من أجل القضاء على الفساد تعتقد هذه الائتلافات والكتلة اللي رفعت الحرب على الفساد وهي لها النية في قتال الفساد راح فعلا تقدر تحقق مطالب المواطن اللي راح إلى التصويت ولكي يثبتون العكس للي ما راح إلى الانتخابات بأنهم فعلا سيقضون على الفساد ولو بنسبة جيدة يعني ومقبولة يعني لو بدون ذكر أسماء زين نحن نتكلم بصورة عامة والمواطن الذكي ويعلم تلميحاتنا عندما ننطي الحالة لنا في طبيعتي لا أذهب إلى ذكر الأسماء لأن الأسماء عديدة يعني إذا ذكرنا الأسماء ينتهي البرنامج وأنه لم نقبل القوائم لو انتبه المسؤولون في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب وفي المواقع القيادية لهاتين المؤسستين إن كانت تشريعية وكانت تنفيذية إلى المفهوم الذي تفضلتم به وهو الفساد لو كانت السلطة التشريعية قادرة على أن تثبت إرادتها في مكافحة الفاسدين وترقم وتلسم الحكومة العراقية ممثلا بالسلطة التنفيذية وتعمل السلطة التنفيذية على إقرار ما أراده الشعب في مكافحة الفاسدين لنرأيت قوائمهم الآن فتتقدم جميع القوائم لكنهم أغفقوا فما كان الرد كان الرد أن أعطي استحقاقاتهم فوجهوا كما الآن يتداول في الإعلام صفحة قوية إلى وجوه هؤلاء الذين لم يتبكنوا من أن يدخلوا إلى حقيقة ما يكابده ويعانيه المواطن العراقي لم يرتقوا ويسموا إلى حقيقة ما يشعر به المواطن ابتحادوا عندما تجامل تجامل على ماذا هل أنت تجامل على علاقة شخصية أم تجامل على علاقة اجتماعية يعني تجامل على بلد ومستقبل بلد فكلهم من السلطة التشريعية والتنفيذة لو تنظر إلى كتنهم الانتخابية ولا تنظر إلى صندوق الاختراع الخاصة بينما تراها ماذا حد أسبابها الرئيسية عدم قيامهم بهذا الموضوع الفساد كان أكثر لأن الفساد الفساد ماذا يولد هو يولد عملية الإرهاب الفساد يولد عملية ضياع القرار السياسي المستقل العراقي الآن الحكومة القادمة بس ما تشوفت الحكومة خلينا كن صريح لا تشوف العملية السياسية والحكومة اللي هي قبل الانتخابات عرفت نفسها كل زين إنه إذا فعلا تصرفت ضد الفساد رح تفشل هي فعلا اللي شاكتها إنه بعد الانتخابات يجون ناس مثل الاتلافات اللي فازت اليوم بأنها تكون هي رافعة لشعار محاربة الفساد عندها النية الحقيقية لأن الموجودين حاليا الأدوات الموجودة غير مساهمة بدقل تكون فاسدة كما ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حسب ذكرى قال هذا الكلام واقعي قال أكو فساد وأكو سيطرة من الفساد وأكو محاولة فبالتالي ما تعتقد فعلا من الحكمة كان تحويل هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات للقضاء على الفساد اليوم هذه الأدوات رح تكشف فعاليته يعني الآن ستكون الحكومة القادمة ملزمة بهذا الشعار ومرزمة بهذا المطلب الشعبي أنت لا ترى أننا نحن الآن أمام معترك كبير الآن نحن نتكلم وخلاص يعني موضوع الانتخابات انتهت الآن تكلم كيف سيكون التحالفات السياسية كنت السياسية انتهت لأننا نتكلم عن التحالفات التحالفات السياسية الآن كيف ستكون كيف سيكون ملامع حكومة العراقية القادمة من سيكون رئيس وزراء العراق القادمة أو ما هي المهام طينا قراءة إذا نعم هنا بالحالة هذه الكل كان يذهب إلى أنه ممكن أنه ستكون هناك ولاية ثانية إلما برئيس الوزارة العبادي أو ستكون ولاية ثالثة للمالكي المالك أين هو الخاسر أكبر في هذه الانتخابات وكذلك إن كان هناك ولاية فالآن الولاية البعيدة ليس قريبة على العبادي إلا بالتحالفات أن العبادي لا يشكل الرقم الأول ولا حتى الرقم الثاني الآن هناك أمامهم يتقدمهم بكثير من المقاعد الانتخابي وبكثير من الأصوات كيف سيكون الأمر؟ سيكون إلى تحالفات سياسية تحالفات سياسية ماذا ستغضي؟ أنت ستغضي الآن إلى موضوع أنه نعلم أنه هناك تدخلات إقليمية والدولية في موضوع تحديد مسار العملية السياسية قادرة في العراق نحن نعلم أنه كيف كان يشرف بشكل وبآخر السفير من الأمريكا ويتابع عملية الانتخابات وسير الانتخابات في العراق يعني هل تلعب التدخلات الخارجية دور كبير في هذا الموضوع؟ المبعوث الأمريكي المبعوث الرئيس الأمريكي الآن أصبح له يوما في بغداد ماذا يفعل؟ ولماذا أتى؟ الآن يتنقل بين الرؤوساء الكتر السياسية ويفحث ويتناول معهم على ملامح الحكومة القادمة ويريدها حكومة يقول أنه أريدها حكومة وطنية جامعة ما تقصد بكلمة الجامعة؟ الجامعة كلمة فالطابة علينا أن ننتبه ما هي الجامعة؟ هل نحن الآن إذا رأينا أن أول شيء نأتي إلى القريب التأثير الإقليمي؟ إيران؟ إيران ماذا؟ هل ترى إيران الآن بما طراحته من مفاهيم؟ هل صحيح أن إيران استطعت أن تجعل أو ستجعل الرئيس القادم لرئيس الوزا هو الرئيس الذي يحمل شعار الصحوة الإسلامية والإخضاء الإسلامية كما أراد علي أكبر ولايتي ورسخه غلام حسين رئيس الباسيج وأنهاه وزير الدفاع الإيراني في زيارته من متكرر العراق قبل الانتخابات؟ هل هم ذاهبين لذلك؟ في حين شعار الرفع وألي أكبر ولايتي لا نسمح لا نسمح بعودة الليبراليين أو تسيد الموقف السياسي لليبراليين والديمقراطيين وأشيوعيين من الآن يتسيد القائمة رقم واحد في العراق؟ ألا يتسيده سائرون في كتلة استقامة؟ ألا يتسيده الحزب الشيوعي المتحالف مع التيار الصدري في قائمة استقامة وهو يمثل أشيوعيين؟ وكذلك الذي أخذ على هذه الكتلة سائرون هي سميت مصطلحاً سياسياً بالوجهة الإسلامية المعتدلة رغمنا نعلم جيداً أنه التيار الصدرية تمتع بعلاقات جيدة مع النظام الإيراني ولكن لنرى ماذا حدثه التظاهرات التي حدثت والتي خرجت في ساحة التحرير الأرباعها تحتفل ماذا نادت بشعاراتها؟ ألم تنادي بشعارة بإخراج إيران؟ ألم تكن هي أيضاً رسالة من قبل الناخب العراقي أنه على إيران أن تترك وتدرك حقيقة الأمر بأنها عليها أن تغادر المشهد العراقي السياسي وأن ترفع يدها من النفوذ والسيطرة والهيمنة في العراق هذا موضوع مهم جداً إذن ماذا سيكون أمامنا؟ والولايات المتحة الأمريكية ألا تبحث عن شريك رئيسي ويكون قادر على أن يواكب سياستها ويواكب مصالحها في العراق ويكون جزء حليفاً ضمن الاستراتيجية الأمنية والسياسية بينها وبين العراق هل ترى في هذا العامري الذي هو الآن يعتبر رئيس كتلة الفتح وهو يأتي في المرتبة الثانية لحد الآن هل هو الملائم لها؟ طبعاً لغير ملائم لها طيب يعني أنا أفتهم منك ساذيات خلينا نحط الطرح بوضع آخر نعم يعني اليوم المواطن العراقي دي يشوف بين كفتين كفت الولايات المتحدة الأمريكية وميول الحكومة إلى هذا الاتجاه أو الميول الإيراني وغيرها يعني تعتقد التهسى الوجود الأمريكي ومثل النقاشات وإذا جيت بياك وقلت لك فعلاً بريت مكورغ دي يمشي بهذه الطريقة اليوم على هذه التحالفات بتعتقد الكفة إذا راحت دعنا نحن واقع حال اليوم إذا راحت إلى الكفة الأمريكية رح يكون لها قبول من الداخل العراقي أكثر من ما إذا صارت مثلاً الميول إلى إيران بحسب رؤية المواطن يعني نحن نرى الآن أولاً المبعوث الأمريكي هو دايقون بهذه المواحدة دايقون طيب أنا أتكلم أنا لا مستند إلى وقائع هو الأنظر إلى لقاءاته البارحة ستعلم مع من التقى ولماذا يلتقي مع فلان ومع فلان الولايات المتحدة الأمريكية هنا وإيران في مشهد العراقي قلنا مهما تصاعدت حدة الخلافات السياسية بين فاشنطن وطهران تبقى متشابكة وتبقى متحدة في موضوع المشهد العراقي نحن علينا أن لا نتغافل عن النفوذ والدور الإيراني الموجود في العراق الآن هو أكبر من النفوذ والوجود الأمريكي واضح للعيان علينا أن نعلم لي أنه كما قلنا ونكرر دائما أنه الإدارة الأمريكية بل هي بعد الاحتلال أطلق العنان لإيران أن تسيطر وتتدخل في العراق وأصبح العراق جزءا كما قلنا قبل قليل كيف كان القرار الإيراني في من يتسيد ولكن نحن هم دائما لا ينظرون إلى الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية هي أهم والإرادة الشعبية هي الأقوى الآن الشعب العراقي عندما يقول كلمته تبقى المعايرة الأساسية التحالفات الآن إذا أخذناها نحن لا نستبق وقرار للتحالفات لكن نحن في موضوع في برنامج أو في التحليل وقد يكون التحليل يصل إلى نحن بعمق الحدث أستاذيات فأنت لازم اليوم تجي إلى النتيجة للتحالفات التحالفات قد تذهب كما قلنا الآن نحن نعلم أن هناك تصريحات واللقاءات ما بين كل من الصدر والعباد كانت قبل الانتخابات تشير إلى أن هناك تفاهمات فإذا لا نعتبرنا أن التحالف الأول سيكون هكذا سينظر إليه ما بين سائرون وما بين النصر ويأتي معها الوطنية ويأتي معها القرار العراقي سيكون نحن أمام منعطف جديد في هذه التحالفات مع كتل سياسية أخرى قد تجتمع جميعها وتكون تحالفا كبيرا يسمى بالكتلة الأكبر عندما تكون هذه الكتلة الأكبر يوعى عنها قبل انعقاد مجلس النواب سيقوم الرئيس الجمهورية كما موجود في الدستورات بتكليف هذه الكتلة الأكبر باختيار الحكومة العراقية هذه رقم واحد لكن هل يمنع هذا أن تقوم أيضا كتلة كتلة الفتح أن تتحالف مع كتلة دولة القانون ويكون أيضا تيار الحكمة جزءا منها أو تيار الحكمة يذهب بين بين نحن نعلم لحدنا طيب بس أكو توقعات اليوم قراءات على التحالفات خليني أطرحها إلك وأنت حللها إذا كانت صحيحة أو لا لكنها من خلال قراءات اليوم البعض شاف قالوا بأنه أكو احتمال كبير جدا وإحنا دنحل اليوم بأنه النصر رح يتحالفون مع سائرون وكذلك أكو توقعات بأن ائتلاف الوطنية قد يكون إلى أيضا جزء في هذا التحالف اللي هو موجود بالنسبة لسائرون والنصر تعتقد هذا رح يكون مثلا كافي في حالة حدوث تحالف الفتح مع دولة القانون مع الحكمة بأنه أي تحالف يعني رح يكون إلا الغلبة حقيقة بهذا الوضع هو سيبقى التحالف قائم يعني لو اعتبرنا أن الموضوع لو أخذنا هذا يعني حتى جمهور العراقي يكون على طبيعة الأحداث جي لو لم يكن حزب الدعوة قد انقسم إلى كتلتين انتخابيتين يعني لم ينقسم إلى النصر ولم ينقسم إلى دولة القانون ونزل باسمه المعروف حزب الدعوة طبعا قرار هناك أن الحزب الدعوة أخذ هذا القرار في مجلس الشورى الخاص به رغم التأكيد على أنه نأخذ بنظر الاعتبار أنه المالكي ماذا قال قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام من بدء الانتخابات في لقاء صحفي اللقاء إعلامي بثي على شاشات التلفزيون أنه هناك اتفاقا وتعهدا بينهم العبادي أنه ستكون هناك القوائم والمقاعد تجتمع كلها وتأتلف كذا لو أتينا الآن كم على لو حسبنا لأنه باعتبار ماذا أنه بقي الأمين العام لحزب الدعوة من هو المالكي لم يغادر حزب الدعوة وبقي الرئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة من هو العبادي لم يفص شراكته السياسية ولم يعمل خروجه من حزب الدعوة لا زال إذن العبادي ماذا يمثل يمثل حزب الدعوة جيد لو الآن أخذنا المقاعد الخاصة بالنصر والمقاعد الخاصة بمن دولة القانون ماذا سنخرج أنه أكثر من 72 مقعد أو أكثر أو 75 في بعض الحين قد تكون النتائج الأخيرة أو 70 حتى لا نثب بعد 70 مقعد إذن الآن لو أخذنا هذا ألا تختلف المعايير السياسية بس هو حسب كلامه مثل ما قلنا يقول إحنا وقعنا وثيقة يعني يعني هو لما تكلم بهذا الشكل إحنا ممكن الآن نتوقع مباشرة أنه النصر ودولة القانون هم من أولى المتحارفين أنا أقول هنا يعني أنا أقول حتى نقرأ الخارطة السياسية يعني إذن من هما الأكثر حزب الدعوة الآن جيد هيا هذه النتيجة نعم مع إذا جئنا مع 56 أيضا لسائرون طيب مع 47 إلى كتلة الفتح ماذا سنصل ألا نصل إلى أكثر من 180 مقعد أكيد ليست الصورة هي نفسها الصورة اللي في الانتخابات السابقة أين المكونات الأخرى أين سياسيون السنة الذين أضاعوا القرار السنة بعدم اتفاقهم أنا قلت المعروف عني أنا أتكلم باتجاه وطني ولا زلت للاك لا أؤمن بهذه المعايير ولا أؤمن بهذا التقسيم الذي جاء به الاحتلام ما بين السنة وشيعة وبين أكراد وقوميات وأثنيات لكن مع الأسف أصبح المشهد السياسي عندما تريد أن تتحدث عنه العراقي يحتم عليك أن تكون الصورة عندما تؤتيها لتوضح حالة معينا أن تتكلم بهذه المفردات العقيمة أين الروم أنه كان يستطيعون أن يبنوا مجدا كبيرا ولكنهم أضاعوا هذا الموقف وأضاعوا هذا بسبب عدم وصولهم إلى دقة الأمور لو كانت الأمور الآن الآن السياسيون السنة كيف يرون أنفسهم ألا ترهم أنهم أيضا خاسرون أساسيون توزع أولا بين عدة من القوائم الاتخابية لما يكون هناك قائمة انتخابية تجمع غير قائمة واحدة أخذت على عاتقه والقرار العراقي كانت هي جميعا تشكل من مكون واحد وكذلك قسم من الوطنية أيضا اللي هي برئاسة أيهاد علاوي لكن المعايير الأساسي بس ما تعتقد إحنا تعدين مرحلة سياسي سني وسياسي شيعي وسياسي كردي يعني الوضع الآن تغير يعني هسا خلينا أنت ابن محافظة نينوالغر طيب يعني خلينا نكون صريحين اليوم السيد أثير النجيفي قال ائتلاف النصر هو بوجهة نظره أنه ما رح يمثل هوية نينوالغرر وانت ابن هذه المحافظة لكن هو احترم قرار الانتخابات يعني قال هذا خلص هذا هو الاختيار اللي صاح لكن هو عند توجهات الخاصة طيب إحنا اليوم محافظة نينوالغرر على سبيل المثال محتاجة إلى أعمال وبناء كبير جدا التوجه سني وشيعي لم يعود خلص ائتلافات فازت بقناعة المواطن بقناعة الجند العراقي بقناعة المواطن اللي هو موجود بالخارج بأنه هذا رح يحارب الفساد و رح يبني جميع محافظات العراق خلينا نحكي عن العمار أيضا يعني هذه التحالفات في ضي كل هذه التشكيلات ما رح نتوقع منها نتيجة في عملية العمار و البناء اليوم رح تحاسب هي على الفساد و على إعادة عمار العراق عقابة أهم شيء كانت تنادي بكل الإتلافات والتحالفات يعني أنا أرجو يعني أنا كل اللي أريد أصل إليه زيان أنا أتمنى أن لا تكون هناك الطائفية السياسية مرة ثانية أنا أنا أتكلم عن قرار مجلس النواب في القادم هل سيخلص من موضوع التوفقات السياسية والطائفية السياسية أنا أتكلم الآن عندما يتخذ قرار أننا نحن نعلم جيدا طبيعة العملية السياسية في العراق الآن أنا أقول أنه نحن الآن نهتم الآن كل القوائم اللي نذكرها هي كلها تكاد تكون من مكون واحد باختلاف السياسي باختلاف الأسماء اللي دخلت بها نحن نعلم أنه حزب الدعوة لماذا لم يدخل باسمه الحزب الإسلامي لماذا لم يدخل باسمه المجلس الأعلى أين هو أين المجلس الأعلى من هذا بس انتهى المجلس الأعلى لأنه لم يذكر لديه مقاعد وكان جزءا ممن من الفتح كذلك كان هناك معه تياري الحكمة إذن هم ابتعدوا كثيرا عما يؤمنون بكذلك نعلم لا نعيد أن الحزب الإسلامي أيضا لما أخذ قراره في مجلس الشراء وسمح ليعضائي أن يكونون ضمن اعتلافات كثيرة ونعلم المسؤولين السياسيين كيف شكلوا أحزاب سياسية ومدنية ودخلوا والآن هما لا زال موقفهم الانتخابي فشكوك فيه يعني هل يستطيعون أن يعني يحظوا بأصوات انتخابية لكي يكونوا أعضاء من سنو أم يغادرون حالة الذين غادروا وحالة الذين وجهت تديهم الرسائل الشعبية الأساس في الموضوع الأساس في الموضوع إن كانت لدينا الرؤية لمجتمع سياسي عراقي مجتمع سياسي تسوده الروح التعاون لو افترضنا أن هناك حكومة وطنية قادمة لو افترضنا أن هناك حكومة تسعى إلى إقرار قرارا سياسيا مستقلا عراقيا تعتمد وتستنيد إلى إرادة الشعبية بعيدا عن النفوذ والهيمنة الإيرانية بعيدا عن تدخلات الدولية هل تستطيع أن تحقق ذلك؟ هل لديها القابلية؟ هذه الرقم واحد مهامة يعني المهامة الثانية هل ترى أن تستطيع أن مكافحة الفاسدين وإخراجهم من الدوايا الرئيسية؟ هل تستطيع إخراج المتنفذين في مجمل الدولة العراقية؟ نحن نتكلم عن عن هناك الدولة العميقة لا زال عراق نعام الدولة العميقة نحن نتكلم عن من أسس إلى الدولة العميقة ونتكلم عن من يسيطر على الأجهزة الأمنية والعسكرية وهو مهم جداً نحن لا ننسى أرجو أن ننتبه إلى ما قاله المالكي أن نتاج انتخابات وما ستكون نتاج انتخابات ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية ما هي الحرب الأهلية؟ هل هي حرب سياسية؟ هل هي حرب تذكرنا بالحرب الأهلية أو بالحرب الطائفة التي حدثت عام 2005؟ هذا بعيد عن الواقعية أصبح نحن نتكلم عن تصريح الذي صرحه رئيس كتلة سياسية وأمين عام لحزب ويحمل منصب نائر رجل جمهورية أرجو أن ننتبه إلى ذلك هل قاله عن فضاء؟ هل قاله عن أمه وتحديد؟ فإن كان كذلك فهو الآن يرى نفسه ماذا كان نتيجة كلامهم بس هي فسرت بأكثر من التفسير بس خلينا أقول لك هناك ملف مهم جداً أنحل في هذه الانتخابات ليس فقط عملية الفساد وأنه الناخب اليوم حتى في إقليم كردستان التحالف الكردستاني للهيارة وأيضاً الانتحاد الوطني الكردستاني حصل المرتبة الثانية بجدارة دليل على أنه إحنا متوجهين إلى وحدة وطنية حقيقية اليوم هذه بالعكس لعبة دور كبير يعني أنا بس أنا أشكرك جداً يعني هالتناوم الفكري في الآراء أنا أكمل موضوع لأنه حتى لأنه حتى تكلمنا عن كل التحالف بقى التحالف الكردستاني فأنت الآن دخلت وأشكرك جداً تحالف الكردستاني سيبقى هو الأنصر الأساسي في تحديد ملامح الحياة السياسية القادمة في العراق على الرغم من كل نعم طيب أنا يعني عندما نتحدث نتحدث في ذلك يعني يبقى التحالف ماذا؟ لا يجب على الحكومة القادمة وحتى الآن الأصوات في التحالفات التحالف الكردستاني يجب أن يكون جزء من التحالفات التي ذكرناها رقم واحد ورقم اثنين طيب الآن الحزب الديمقراطي ماذا أسسه؟ أسسه أمام الله نتاج الانتخابات جاءت الآن لترسخ قدرة الحزب الديمقراطي كقيادات سياسية وكتواجد سياسي وشعبي وفكري في موضوع الانتخابات والدليل على أنه ما حصل عليه الحزب الديمقراطي في كل من محاوظتين أربيل ودوك وبعض الأقضاء والنواحي وكذلك محاوظات سليمانية ولم يشارك في كاركوك فإذن طبيعة الارتفاع على المقاعد إلى أكثر من عشرين مقعدة نستطاع فيها أن يحقق به الحزب الديمقراطي ماذا يعني؟ يعني أنه هناك استجابة شعبية وكذا مهما كانت مهما يقول الآخرون ومهما يقول السياسيون المختلفون مع أربيل لكن نحن نعتمد على معايير ما قاله والإرادة الشعبية لشعب الكردي مقابلة الآن التحالف التحالف الذي سيكون والذي أقر قبل وبدأ الانتخاذ أنه ما بين الاتحاد الوطني وما بين الحزب الديمقراطي إذن مع كل اللي يثار الآن من خلافات على عملية التزوير أو التلاعب بالأصوات أو عدم وجود الأجهزة أو كذا في كاركوك والخلاف الذي أبدأت كتلة التغيير لكن انتهى الموضوع وأقر إذن الاتحاد الوطني سيكون أيضا أمام أكثر من 20 يعني النتيجة مرضية اليوم للشعب الكردي اللي صارت على الرغم من كل اللي صار بأربيل وكاركوك وكل هذا الكلام الشعب الكردي أيضا وجه رسالة الشعب الكردي أيضا وجه رسالة إلى بغداد والقايمة إلى بغداد والذي سيستلم زمام الأمور في بغداد أنه هذا رأي الشعب الكردي أنت عندما تنتخب حزبا سياسيا وتنتخب إرادة سياسية وتنتخب الناخبين يمثلون الحزب الرئيسي الذي دعا أو السياسين دعوا إلى استفتاء يوم 25-9 ماذا يعني هذا يعني هذا الإرادة الشعبية هي تتناغم مع القرارات السياسية لتلك القيادة خلاص رقم واحد نحن الآن يعني إن كان هذا الموضوع موضوع الاستفتاء أصبح هكذا يناقش لكن هناك عملية أنه على رئيس المزراء القادم أن يعمل أو بعد الفاسدين ومحاربة الفساد وإقرار للدولة أن يسعى إلى حل الإشكال والمشكل الداخلي ما بين أربيل وغلداد ويعتمد عليها أن يقرب القرار الكردي القرار الكردي يعني أن يتعامل مع من يمثل الشعب الكردي الحزب الديمقراطي لا يقول أن أمثل الشعب الكردي يقول أنه جزء ولكن جزء رئيسي سيكون مع الحزب الديمقراطي الوطني الحزب الوطني الاتحاد الوطني الآن عندما يتحد مع الديمقراطي في التلاف سيأتي قويا إلى داخل ضد ومن الممكن أن تكون هناك حركات أخرى قد تأترف معه كما كانت معه لأنه نحن نرى أنه الأحركات السياسية والأحزاب لم تأتي التي شقت عن الحزب الديمقراطي أو التي ابتعدت عن التحالف وخرجت من رحم الحزب الديمقراطي ومن الاتحاد الوطني لم تحقق النتائج الانتخابية المرجوة منها ولم تكون مقاعد الانتخابية بالمستوى لو اجتمعت حتى كلها سوف لا توازي قوة المقاعد الانتخابية التي حصلت عليها بقي لي أقل من دقيق النص اليوم أكو طرح يقول لك بأنه المواطن الكردي ذهب الوقت يعني كما تسمى العملية السياسية طيب أكو طرح حقيقة يقول لك المواطن الكردي يعرف مصلحته أكثر من المواطن العربي والدليل كانت المشاركة بإقليم كردستان أعلى من أي محافظة موجودة أخرى في العراق تعتقد هذا الطرح صحيح؟ كلما كانت القيادات السياسية في أي مكان آخر كانت بغداد أو كانت واشنط أعفو إن كان بغداد أو أربيل أو في محاولات تستطيع أن تتمركز وأن تكون جزء يعني يستطيع أن يسيطر على القرار السياسي الشعبي هناك وإذا كنت له الإرادة في فهم ما يدور سيكون الإقبال أكثر يعني هنا أول شعب الكردي نعم قالت كلمته ولكن هناك من كان يوجه وكان من يقود هذه العملية في حين افتقلت في محاولات أخرى لماذا أيضا؟ حتى في القرار إذا هكذا جاز التعبير ألم يكن القرار الشعبي في وسط جنوب العراق بمستوى القرار الشعبي في شمال العراق ألم تنتخب الناس من رفض الفساد وأعلن الحرب على الفساد إذن المعيير عندما يشعر المواطن العراقي هكذا العراقي عندما يشعر حقيقة الوفاء وحقيقة التلاحم المصيري بينه وبين من يقوده سيكون جزءا منه أستاذ يعد أنت توقعاتك دائما ممتازة وأنا أتشرف بها دائما بس لازم أسألك هذا السؤال هسه من هو رئيس الوزراء القادم رح نشوف فترة ثانية للعبادي أم رئيس وزراء أخر التوافقات الدولي والإقليمية هي من ستحدد فقط الخبير في مركز الرابط للدراسات والأبحاث الأستاذ يدعى الناس شكرا جزيلا على حضورك عزاني مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا محدثكم أحمد الأدهمي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر